اشتركوا في القناة طلاب المثابرين المجتهدين اليوم في تدريسنا عن بعد سنة نتناول مجموعة من الدروس قمنا بدراستها سابقا وهي بعنوان مراجعة ومدارسة يوجد لدينا مجموعة من التطبيقات النحوية نرد مراجعتها معا هل أنتم على استعداد ذلك؟ هيا نتعرف على هذه الدروس من خلال نوادش التعلم لهذه الحصة نوادش التعلم لهذه الحصة أن يصبح المتعلم قادراً على التمييز بين الجملة والتركيم اثنان أن يتعرف المتعلم على جملة إنا وأخواتها بعناصرها ثلاث أن يتعرف المتعلم على جملة كان وأخواتها هيا نحقق النتج الأول شاهد ماذا يوجد في هذا المقطع المرئي كيف نستطيع أن نحقق الهدف الأول عزيزي الطارد أمامك الآن مقطع مرئي عليك أن تحضر ورقة وقلم وتقوم بكتابة أهم النقاط في هذا المقطع هل أنت على استعداد لذلك؟ شاهد الآن شاهد الآن شاهد الآن حول ماذا يدور الموضوع المقطع المرئي؟ أحسن الفرق بين الجملة والتركيم نرى أن الجملة هي أصغر نواة تؤدي معنى كاملاً وتتكون في أبسط صورها إما من مبتدأ وخبر إذا كانت اسمية وفعل وفاعل إذا كانت فعلية أما التركيب فيتكون التركيب من مبتين أو أكثر لكنه لا يؤدي معنى تاماً وهذا هو الفرق بين الجملة والتركيب الجملة تعطيني معنى تام أما التركيب لا يعطيني معنى تام هيا انتبه معي الآن لنرى موضوع آخر للمراجعة تابع معنى الدرس التالي أعزائي الطلبة هو الحروف الناسخة ما هي الحروف الناسخة؟ بالفعل هي إنا وأخواتها هل تتذكرون ماذا تفعل إنا وأخواتها عندما تدخل على الجملة؟ بالفعل ترفع المبتدأ أو الاسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها حان وقت تعداد إنا وأخواتها انتبه معي أخوات إنا هي إنا أن لكن كأن ليت لعل ولكل حرف من هذه الحروف فائدة أولا إن وأن يفيدان التوكيد أما لكن فتفيد الاستدراق أما كأن فتفيد التجبيه وليت أحسنت التمني ولعل الترشي ومن هنا قد تعرفنا على إنا وأخواتها أنها حروف ناسخة وظيفتها يا أصدقائي أن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وقمنا بتعداد إنا وأخواتها هيا نرى ما هو الدرس التالي للمراجعة ويقوم بالتطبيق في نهاية الحصة أعزائي الطلب بعد مراجعة الجملة والتركيب والحروف الناسخة جاء وقت مراجعة الأفعال الناسخة من يتذكر معي ما هي الأفعال الناسخة؟ بالفعل هي كان وأخواتها هل تتذكرون ما هي وظيفة كان وأخواتها؟ عندما تدخل على الجملة ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أحسنت إجابة رائعة هيا نتعرف الآن على أخوات كانة أعزائي الطلب بعد مراجعة الجملة والتركيب والحروف الناسخة جاء وقت مراجعة الأفعال الناسخة من يتذكر معي ما هي الأفعال الناسخة؟ بالفعل هي كان وأخواتها هل تتذكرون ما هي وظيفة كان وأخواتها؟ عندما تدخل على الجملة ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أحسنت إجابة رائعة هيا نتعرف الآن على أخوات كانة والآن عزيز الطلب لديك مجموعة من الأسئلة هيا بنا نتناولها منعا ونجيب على المطلوب منها ستجد في المستطيل أدنى مجموعة من التراكيب ضع كل تركيب منها في جملة واحدة فقط اسمية أو فعلية أو جملة كانة أو جملة إن بحسب ما تراه مناسبا ومن خلال هذا السؤال سنقوم بالتطبيق على الدروس التي قمنا بمراجعتها في بداية الحسن انتبه معي جيدا التركيب الأول سماء رماضية التركيب الثاني الوسائد المطرزة أشجار الليمون هذا اليوم في نهاية الممر أنا وأخي الإهمال والكسر فكرة رائعة وأعطاني هنا مثال لكي يسهل علي التطبيق بعد ذلك انظر جيدا مثال هذه فكرة رائعة جملة تبدأ بهذه ما نوع هذه الجملة فكر جيدا هل هي تبدأ باسم أو فعل هي تبدأ باسم هل تذكرون ما هذا الاسم بالفعل هو اسم من أسماء الإشارة كانت كانت فكرة رائعة وهنا تم استخدام التركيب في جملة كان جملة تالية إنها فكرة رائعة هذه جملة إنها خطرت ببالي فكرة رائعة أحسن جملة تبدأ بفعل فهي جملة فعلية هل أنت على استعداد أن نقوم بالتطبيق على باقي التركيب هيا تابع معي اشتركوا في القناة والآن يا بطل يوجد لديك مجموعة من التركيب أريد أن تحولها إلى جمل تامة المعنى وأن تبين نوعها المثال الأول أو التركيب الأول سماء رمضية هل أعطتك معنى تام؟ لا ولكن عندما أقوم بتحويلها إلى جملة إن السماء رمضية انتبه من التشكيل جيدا السماء رمضية تنصب المبتدأ وترفع الخبر أصبحت الآن جملة إن ولها معنى تام ولها معنى تام الوسائد المطرزة تركيب لا يوجد له معنى ولكن عندما أقول أحب الوسائد المطرزة أعطتني جملة كاملة التركيب التالي أشجار الليموني أشجار الليموني خضراء هيا ننظر إلى هذه الجملة جملة تبدأ بأشجار ما نوع هذه الكلمة؟ بالفعل هي اسم والجملة التي تبدأ باسم فهي جملة اسمية هذا اليوم تركيب لا يوجد له معنى بمفرد ولكن عندما أقول هذا اليوم جميل بالفعل هي جملة اسمية بدأت باسم من أسماء الإشارة في نهاية الممري فهمت شيء من هذا التركيب؟ لا كان اللص في نهاية الممري جملة كان أنا وأخي أنا وأخي أصدقاء هذه جملة تبدأ بضمير ما نوع هذا الضمير؟ بالفعل هو ضمير من ضمائر المتكلم ما هي ضمائر المتكلم؟ أنا ونحن بالفعل إذن هي جملة اسمية نأتي الإهمال والكسل نعم تركيب ولي يوجد له معنى أفرده لأجملة أقره الإهمال والكسل أصبح جملة الآن تبدأ بفعل أقره وبالتالي فهي جملة فعلية والآن يا بطل يوجد لديك مجموعة من التراكيب أريد أن تحولها إلى جمل تامة المعنى وأن تبين نوعها المثال الأول أو التركيب الأول سماء رمضية هل أعطتك معنى تم؟ لا ولكن عندما أقوم بتحويلها إلى جملة إن السماء رمضية انتبه من التشكيل جيدا السماء رمضية تنصب المبتدأ وترفع الخبر أصبحت الآن جملة إن ولها معنى تام الوسائد المطرزة تركيب لا يوجد له معنى ولكن عندما أقول أحب الوسائد المطرزة أعطتني جملة كاملة التركيب التالي أشجار الليموني أشجار الليموني خضراء هيا ننظر إلى هذه الجملة جملة تبدأ بأشجار ما نوع هذه الكلمة؟ بالفعل هي اسم والجملة التي تبدأ باسم فهي جملة اسمية هذا اليوم تركيب لا يوجد له معنى بمفرد ولكن عندما أقول هذا اليوم جميل بالفعل هي جملة اسمية بدأت باسم من أسماء الإشارة في نهاية الممر بهمت شيء من هذا التركيب؟ لا كان اللص في نهاية الممر جملة كان أنا وأخي أنا وأخي أصدقاء هذه جملة تبدأ بضمير ما نوع هذا الضمير؟ بالفعل هو ضمير من ضمائر المتكلم ما هي ضمائر المتكلم؟ أنا ونحن بالفعل إذن هي جملة اسمية نأتي الإهمال والكسل نعم تركيب وليوجد له معنى بمفرده لألا جملة أقره الإهمال والكسل أصبح جملة الآن تبدأ بفعل أقره وبالتالي فهي جملة فعلية والآن عزيزي الطالب حان الوقت مع ثانيا ويطلب مني في ثانيا أن أقرأ الجمل الآتية ثم أحللها إلى أرقانها الأساسية وأستخرج من كل منها ما هو مطوب كما في المثالين ومن المفترض أن يكون هذا العمل في مجموعات ولكن نحاول أن نفسر معا وخطوة وخطوة لنصل إلى الإجابة الصحيح الجملة الأولى أعزائي الطالب السعادة تسير في خط مستقيم من الصدق والعمل الجاد والإنجاز المثمر أولا يطلب مني أن أحدد الجملة أولا الجملة تبدأ بكلمة السعادة وبعد ذلك بدأ تفسير السعادة هي تسير في خط مستقيم من الصدق والعمل الجاد والإنجاز المثمر التحليل هنا كلمة السعادة كلمة في بداية الجملة وإسم فهي تكون مبتدأ بالفعل وعندما نتحدث أن بعد المبتدأ مباشرة هناك كلمة تسير في خط مستقيم بالفعل هو خبر ولكن نوع هذا الخبر جملة فعلية أحسن ننتقل الآن على المطلوب في هذه الجملة تركيب النعته ما هو التركيب النعته هل نتذكر يتكون من النعت والمنعوت ننظر جيدا بالفعل كلمة خط مستقيم العملي الجاد الإنجازي المثمري تركيب تتكون من المنعوت أي الموصوف والصفة ويطلب مني أيضا تركيب عطف تركيب عطف هيا ننظر هيا نتذكر ما هي حروف العطف بالفعل الوا وثم وأو والفاء بالفعل هيا ننظر جيدا الصدق والعمل أحسنت إجابة رائعة الجملة الثانية أعزائي الطلب إن الإحساس بالإطمأنان والسلام النفسي يغمر الإنسان الذي يعمل بجد وصدق جملة تبدأ بإن فهي جملة إن أحسنت التحليل إن حرف من الحروف الناسخة اسم إن هنا الإحساس وخبرها جملة فعلية أمور الإنسان الذي يعمل بجد وصدق المطلوب هنا تركيب نعتي هيا ننظر جيدا الإحساس بالإطمأنان والسلام النفسي كلمة النفسي هنا قامت بوصف السلام التالي تركيب السلام النفسي هنا تركيب نعتي المطلوب التالي أعزائي الطلبة هو تركيب عطف هيا ننظر جيدا عندما يطلب مني أن أبحث عن تركيب عطف لا بد أن أبحث أولا عن أداة من أدوات العطف بالفعل نجد حرف الواو هنا بينه الإطمأنان والسلام وبين أيضا بجد وصدق الجملة التالية أعزائي الطلب فرح القلب يجعل الوجه جميلا ومشرقا الجملة هنا تعني أن فرح القلب يجعل الوجه ما به جميلا التحليل مبتدأ فرح يجعل الوجه جميلا ومشرقا إذا نظرنا بكلمة يجعل هنا نراها فعل وبالتالي فهو خبر ونوعه جملة فعلية المطلوب تركيب عطف أنا تحدثت من قبل عندما يطلب مني تركيب عطف أن أبحث عن أداة من أدوات العطف بالفعل هو حرف الواو إذن جميلا ومشرقا أحسنت هيا ننظر الجملة التالية كان أهل الكرة المجاورة يخرجون للبساتين قبل شروك الشمس انظر هذه الجملة جيدا كان إذن هي جملة تبدأ بفعل من الأفعال الناسخة أحسنت كان وهنا أهل الكرة يخرجون كان فعل ناسخ أهل الكرة بالفعل هي اسم كان أما يخرجون فهو خبر كان ونوعه جملة فعلية الطلب التالي يطلب مني تركيب نعتي كان أهل الكرة ما صفة الكرة القرة المجاورة إذن نرى أن التركيب النعتي هنا هو القرة المجاورة تركيب لا يعطيني معنى كامل وبالتالي فهو لا يدل على معلومة كاملة القرة المجاورة ما بها؟ لا أعرف وبالتالي فهو بالفعل هو تركيب نعتي الجملة التالية أعزائي الطلب صارت قافلتنا الصغيرة في سقون مطبق الجملة هنا هي جملة فعلية تبدأ بفعل من الذي صارت قافلتنا هل تذكرون التاء هنا تاء ساكنة فهي تاء التأنيف أحسنت بالفعل صارت قافلتنا هذه الجملة التحليل فعل وفاعل المطلوب تركيب النعتي انتبه جيدا ما صفة السكون هنا؟ بالفعل هو مطبق أي تام هل هذا التركيب عندما أقول سكون مطبق؟ هل هذا يعتبر تركيب النعتي؟ نعم هو من النعت والمنعوت النعت هنا هو مطبق والمنعوت هو سكون أحسنت أحسنت هيا الآن ننتقل للجملة التالية كانت أشجار الزيتوني والرماني ترتعش تحت ريح الفجر الباردة جملة تبدأ بكانة فهي جملة كانة نحن لنعرف أن كانة فعل من الأفعال الناسخة إذن كانت كانت أشجار الزيتوني والرماني ترتعش تحت ريح الفجر الباردة أشجار هنا اسم كانة وأين الخبر؟ بالفعل ترتعش ونوع جملة فعلية إذن الجملة تتكون من كانة وأشجار وترتعش المطلوب هنا تركيب النعتي هيا ننظر جيدا الفجر الباردة صحيح تركيب عطف كما تحدثت من قبل نبحث عن حرف العطف والزيتوني والرمالي أحسنت هيا نرى ماذا يوجد بعد تالي أعزائي الطلب أخرج الرجل من حقيبته الجلدية المهترئة أوراقا مبعثرة وملفا بلاستيكيا أزرق هيا ما معنى كلمة المهترئة؟ البالية هيا ننظر إلى هذه الجملة الجملة ها هنا هي أخرج والرجل أوراقا أخرج هنا أخرج هنا ما نوع هذه الكلمة؟ هي اسم أو فعل؟ بالفعل هي فعل إذن هي تحتاج إلى فاعل ومفعول من الذي أخرج الرجل؟ أخرج ماذا؟ أوراقا إذن أخرج فعل الفاعل الرجل المفعول به أوراق المطلوب هنا تركيب نعتي بالفعل أوراقا ما صفة الأوراق؟ مبعثرة ما صفة الملف؟ بلاستيكيا أحسنت تركيب العطف كما تحدثت من قبل نبحث عن حرف العطف أوراقا مبعثرة وملفا أحسنت إجابات رائعة ولكن الحصة القادمة سنقوم بمراجعة تركيب النعتي وتركيب العطف بشكل موضح وأكبر إن شاء الله الآن جاء وقت ثالثاً يظلم مني أن أقرأ النص وستلاحظ أن جمله مضلرة بألوان بحسب نوعها اسمية أو فعلية أو جملة كانة أو جملة ويظلم مني التطبيق في الصفحة التالية هي نقرأ النص في الصفحة التالية مباشرة بقيت على ضفة النهر يومين وليلتين أقاوم كل رغبة بالاتحاق بالتلالي وأرفض النظر إلى المياه الهادرة من حولي وعندما بزغت شمس اليوم الثالث ودب النشاط في أوصالي من جديد مهضت بللت أطرافي وأنا أنظر إلى الضفة المقابلة في رهبة وشوق ثم تشجعت وانحدرت ونت في المياه ونت أنوي قطع المنطقة القريبة لكن شوقي إلى بلوغ الضفة الأخرى كان أشد وأقوى انتبه معي جيدا ننظر للجملة الأولى بقيت على ضفة النهر يومين وليلتين هذه الجملة ننظر إلى كلمة بقيت هي اسم أو فعل بالفعل هي فعل والتاء هنا تاء متحركة وتحدثنا إذا اتصلت التاء المتحركة بالفعل فهي في محل رفع فعل إذن هي نوعها جملة فعلية بقى فعل والتاء تاء الفعل الجملة التالية أقاوم كل رغبة بالالتحاق بالتلالي أقاوم ما نوع هذه الجملة؟ بالفعل هي فعلية والفعل من الذي يقاوم؟ أنا إذن الفاعل هنا دمير مستتر تقديره أنا جملة التالية أرفض النظر إلى المياه الهادرة من حولي أرفض ما نوع هذه الكلمة؟ فعل فإذن هي جملة فعلية الفعل أرفض والفاعل أنا ضمير مستتر تقديره أنا بزغت شمس اليوم الثالث ما معنى بزغت؟ أي ظهرت بزغت هنا منوها بالفعل إذن هي جملة فعلية من بزغ الشمس؟ إذن هنا الشمس فاعل بالفعل ننتقل لجملة التالية دب النشاط في أوصالي من جديد دب فعل والنشاط هو الفعل الجملة التالية نهض من الذي نهض بالفعل؟ نهض هنا فعل وهي جملة فعلية والتاء الفعل أحسنت هيا ننتقل للجملة التالية رجاء نقل الإجابات بخط مرتب وجميل والذكر جيدا أن الجملة الفعلية تبدأ بفعل والجملة الإسمية تبدأ بإسم وجملة كانة تبدأ بكانة أو أحد أخواتها وجملة إنا تبدأ بإنا أو أحد أخواتها انتبه معي للجملة التالية جملة التالية بللت أطرافي بللت ما نوع هذه الكلمة؟ بالفعل هي جملة فعلية تبدأ بفعل من الذي بلل تو؟ إذن التاء هنا تاء الفاعل وأطرافي مفعول به جملة التالية أنا أنظر إلى الضفة المقابلة أنا نوع من أنواع الضمائر إذن هي جملة اسمية إذن أنا هنا مبتدأ ولكن أين الخبر؟ أنا أنظر إلى الضفة المقابلة أنظروا إذن الخبر هنا نوع جملة فعلية الجملة التالية تججعت تشجع ما نوع هذه الكلمة؟ فعل إذن الجملة هي جملة فعلية والتاء تاء الفاعل مرة أخرى انحضرت من الذي انحضرت انحضر فعل والتاء تاء الفاعل الجملة التالية الجملة التالية خطه في المياه هيا ننظر إلى هذه الجملة خطه هنا ما نوع هذه الكلمة؟ فعل فهذه جملة فعلية هيا نقوم بالتحليل خطه الفعل هنا متصل بتاء الفاعل هنا جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل انتبه لي جيدا الجملة التالية كنت أنوي قطع المنطقة القريبة كنت بالفعل هو فعل من الأفعال الناسخة إذن نوع هذه الجملة جملة كان كان فعل ناسخ والتاء اسم كان وأنوي خبر كان جملة فعلية الجملة التالية لكن شوقي إلى بلوغ ضفتي كان أشد وأقوى لكن لكن هذه بالفعل أحد أخوات إنا إذن نوع هذه الجملة هي جملة إنا لكن حرف ناسخ وشوقي اسم لكن والآن عزيزي الطلب هيا نتذكر ما قمنا بمراجعته في هذه الحصة وتطبيق عليه أولا الجملة والتركيب ثانيا إن واخواتها ثالثا كان واخواتها وتم عرض أيضا أنواع الجمل من اسمية وفعلية إذا كانت اسمية فهي تتكون من مبتدأ وخبر أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل ومفعول انتبه معي جيدا أنا عزيزي الطلب جاء دورك لي بعمل متميز وهو أكتب فكرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة مستخدما الجمل الإسمية والفعلية وجملة كان وجملة إن ثم قم بإرسالها على برنامج الواتسا أنا في انتظار كتابة فكرة مميزة لطلاب متميزين شكرا على حسن استماعيكم ترجمة نانسي قنقر